يحتفل ملايين العمال في العالم بعيد العمال والذي يأتي بالأول من مايو من كل عام عمال فلسطين المهضومة حقوقهم في ظل ظلم الاحتلال الواقع عليهم فيوم العمال الفلسطيني يعتبر رمزا لنضال الطبقة العاملة والتي تسعى إلى تحقيق الإنصاف والعدالة في الحصول على حقوقهم التي دمرها الاحتلال فالحقوق التي تسعى إليها هذه الطبقة الحق بالسكن والتنقل كحق طبيعي لها دون إيجاد العراقيل كالحواجز ومعابر التفتيش بظروف مأساوية قاهرة لأغلب عمال فلسطين أغلبية عمال فلسطين بالضفة المحتلة والذين يتوجهون إلى عملهم بشكل يومي يستيقظون الساعة الثانية منتصف الليل قبل بزوغ الشمس ليتمكنوا من الوصول لأماكن عملهم في فلسطين المحتلة لعام الثمانية وأربعين العمال الفلسطينيون يمرون على تلك الحواجز والتي من شأنها التنكيل بهم واستخدام أساليب الإذلال والمضايقات عبر تلك الحواجز وكل هذا سعيا منهم لتوفير لقمة العيش المغمسة بدم لأطفالهم وفي كثير من الأحيان يلجأ بعض العمال الذين لا يملكون تصاريح العمل إلى طرق أخرى للوصول إلى العمل كأن يسلكوا الجبال والوديان للوصول إلى أماكن عملهم ويتحملون كل هذه المخاطر من أجل توفير قوت اليوم لعائلاتهم والكثير منهم لقوا حتفهم نتيجة التزاحم الغير معقول على معابر الاحتلال والذي يعود لبطء الإجراءات الاحتلالية المتعمدة على مداخل المعابر ما يذكر في هذا التقرير غيض من فيض قليل من كثير عن ممارسات الاحتلال العنصرية بحق العمال في فلسطين والذي يؤكد على أهمية ضرورة التحرر والإنعتاق من هذا الاحتلال والجدير بالذكر بأن العمال في قطاع غزة الذين مونعوا من العمل بسبب الحصار المحكم والذي يتعرض له قطاع غزة ومن هنا يطالب العمال المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته بإنصاف العمال في فلسطين وضرورة الإنعتاق أيضا من اتفاقية باريس المجهفة بحق العمال والتي تنص على أن القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها في أي ظرف تحت ظل كيان الاحتلال الذي لا ينصف العامل الفلسطيني مقارنة بالعامل الإسرائيلي لفضائية الحقيقة الدولية نوردين بنات فلسطين المحتلة